اشتركوا في القناة الحمد لله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ولاها ايها الاخوة الكرام نرضى نتكلم عن احلام ورؤى تبشرني بان رزقي واسع هذه الاحلام ان شاء الله من يراها سوف يرزق برزق واسع باذن الله او الرؤية المعتف الطويل رزق واسع خياطة الثياب وان كانت الرؤية تدل يعني ان عندي مثلا ثوب ممزق وانا بخياطة ده بيدل على تصلح حال انما خياطة ثوب من بابه قطعة قماش وانا اقوم بخياطاتها سوى بقى جلباب فستان ايا كان بدل اي حاج خياطة الثياب رزق واسع باذن الله تبارك وتعالى الشاي للمرأة المتزوجة رزق واسع امرأة غريبة ولكنها جميلة وسمينة تخينة في الجسم مليانة يعني هذه الرؤية تدل على الرزق الواسع لان السمنة محمودة بخلاف النحافة السيارة الفاخرة السيارة صاحبة المركة وطبعا بتكون جديدة هذه الرؤية تدل على الرزق الواسع اعطاء خبز او اخذه في المنام سواء انا بعطي خبز لشخص او سواء باخد خبز من شخص هذه الرؤية تدل على الرزق الواسع رؤية ان انا عطشان في المنام وشربت حتى ارتويت هذه الرؤية تدل على الرزق الواسع باذن الله تبارك وتعالى رؤية تقبيل الاب او الام في المنام رزق واسع رؤية تقطيع اللحم للمرأة المطلقة والارملة طبعا للأسف الشديد عندنا معتقدات للنساء يعني بيعتقدوا ان الحلم في لحمة يبقى حلم مش كويس زي برضو الزغريت يبقى في خبر سيء هنسمع كلام ده كلام فارغ حتى لو سمعتم بعض المفسرين او المفسرات كلام فارغ ملوش علاقة بالعلم اصلا تقطيع اللحم للمرأة المطلقة رزق واسع اكل الشوكولاتة للبنت العزباء رزق واسع رؤية الرجل المتزوج لجوز الهند رزق واسع طلاء اظافر اليد رزق واسع رؤية جاري وهو ضيف عندي في بيتي رزق واسع رؤية تقطيع الصلطة للرجل رزق واسع رؤية جروح اليد يعني يدي جرحت في المنام هذه الرؤية تدل على الرزق الواسع باذن الله تبارك وتعالى دي كانت بعض الرؤى التي تبشرني بالرزق نسأل الله تبارك وتعالى ان نراها في المنام حتى نستبشر بها تظلونا في اللقاءات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا شكرا